أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق المنحة التشجيعية لشرائح الصحفيين والفنانين والأدباء طبعا من دون الكشف عن قيمة هذه المنحة نقابة الصحفيين والفنانين والأدباء بدورها دعت أعضائها للحضور لهذه النقابات لتجديد هوياتهم واستلام المنحة قصة هذه المنحة شوية قصة طويلة يعني بدت من سنوات طويلة كان المفروض يكون المبلغ مليون ومئتيين بعدين صارت مليون انصرفت كم سنة توقفت أيضا لسنوات طويلة بعدين انصرفت ستمائة ألف دينار يمكن في السنة الماضية وزارة الثقافة قالت أن منحة 2022 ستوزع الأدباء والفنانين والصحفيين بمبلغ 317 ألف دينار للشخص الواحد بموجب قوائم الاستلام الفعلي لعام 21 ويتم استلامها حصرا من قبل المستفيد واللي تمدل تزويدها ببطاقة الماستر كارد مصرف الرافدين يتم اطلاقها اعتبارا من يوم غد ببطاقة الماستر كارد اللي ستوزع من قبل الاتحادات المعنية ويكون أكوفة تسهيل في عملية منح هذه المنحة المنحة